فشل النادي الإسماعيلي في تحقيق الفوزي الأول له بالدوري وتعادل مع فاركو سلبيا حيث واصل فريق الإسماعيلي نتائجه السلبية في بطولة الدوري الممتاز بعدما تعادل سلبيا مع فاركو في اللقاء الذي أقيم على الساد الإسماعيلية ضمن الجولة الاثناشر من بطولة الدوري وكان الإسماعيلي قريبا من تسجيل الهدف الأول له في المباراة في ديئة العشرة التي مرر فيها عبد الرحمن مجدي الكرة ووضع وجيه عبد الحكيم في انفراض تام بالمرمى ولكن تدخل الحارس محمد صبحي بشكل رائع أبعد الكرة قبل أن تشكل خطورة وفي ديئة 21 أرسل عمر الحلواني كرة عرضية من الجبهة اليسرى كادت أن تغالط الحارس محمد صبحي وتسكن المرمى ولكن يقظت الحارس حالت دون ذلك فأبعد الكرة من أعلى يمين مرمى وبهذه النتيجة يفشل الدرويش في تحقيق الفوز الأول له في بطولة الدوري حيث استمر في المركز الأخير برصيد خمس نقاط جمحه من خمس تعادلات أما فاركو فوصل للنقطة 16 في المركز السابع وينتظر الفريقان مباراة هامة في دور ال32 لبطولة كأس مصر حيث يستضيف الإسماعيلي نظيره بتروجيت السبت المقبل فيما يلتقي فاركو مع كفر الشيخ الجمعة القادمة ترجمة نانسي قنقر